من الخطوط الأمامية غرب مدينة حديبو عادت هذه القوات إلى مواقعها مجددا إنها القوات الحكومية التي أنجزت مهمتها بنجاح بعد تصديها الشجاع لأول وأكبر هجوم عسكري تعرضت له مدينة حديبو المركز الإداري لمحافظة أرخبيل سقطرة المشاطئة للمحيط الهندي المعركة هدأت وقوات المجلس الانتقال المدعومة من الإمارات انسحبت بعد تقدم أفشلته القوات الحكومية باتجاه مدينة حديبو لكن المعركة لم تنتهي بعد فاليد على الزناد ومحاولة تغيير الوقاع على الأرض تمضي قدما بالدعم الإماراتي المعهود لا يزال معظم السلاح الموجود في سقطرة في عهدة المتمردين الذين نفذوا طيلة الأشهر الماضية سلسلة منسقة من التمردات انتهت بالسيطرة على كل سلاح اللواء الأول مشاه بحرين القوة العسكرية الضاربة في سقطرة بعد توقف المواجهات شرعت قوات الواجب السعودية المرابطة في الأرخبيل في تأمين الترتيبات التي تمهد الطريق لتقاسم نفوذ محفوف بالمخاطر في هذا الأرخبيل الهادئ والبعيد أكثر من ألف ميل عن جبهات القتال في البر اليمني توصلت القوات السعودية إلى صيغة اتفاق لم يعلن أي من طرفي المواجهة القبول به رسميا حتى هذه اللحظة سوى ما نقل عن الرئيس هادي الذي أثنى على أبناء سقطرة لتعاونهم مع القيادة العسكرية وممثل قوات التحالف يقضي الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بمقر القوات السعودية بتسليم كافة النقاط العسكرية في مدينة حديبو إلى قوة مشتركة حكومية وسعودية لتتولى حماية منافذ مدينة حديبو والمؤسسات الحكومية فيها كما يقضي بانسحاب قوات الحكومة والقوات المتمردة إلى مواقعها السابقة في معسكرات داخل المدينة بالنسبة للقوات الحكومية وضواحل مدينة بالنسبة للقوات المتمردة وعدم تحريك أي قوة أو آليات من قيادة اللواء الأول مشاه بحر التي يسيطر عليها المتمردون أصداء معركة السقطرة تتردد على الفور في عدن ببيان للمجلس الانتقالي أعلنه المتحدث باسمه ورحب فيه بالبيان الصادر عن التحالف الذي طالب المجلس بإلغاء إعلانه للإدارة الذاتية للجنوب تطور يشير إلى حاجة أبو ظبي على ما يبدو للتغطية على الانقلاب الثاني من نوعه الذي تتعرض له الشرعية تحت غطاء من التحالف والمتمثل في التمرد العسكري الواسع ضد الشرعية في محافظة أرخبيل سقطرة ترجمة نانسي قنقر شكرا